في الداخل الإيراني احتشد المئات من عمال شركة الصلب أمام المركز الأمني التابع للنظام بمدينة الأحواز برفقة عوائل عمال اعتقلتهم السلطات خلال الاحتجادات الأخيرة وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ويقبع عدد من عمال الشركة في سجون النظام بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي من شأنها أشنتها السلطات لإيقاف حركة الاحتجادات في البلاد وطالب المحتجون السلطات بإطلاق سراح المعتقلين ودعوا عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق العمال خاصة بإدانة السياسات القمعية التي ينتهجها النظام الإيراني وأن تتحرك للضغط على النظام للإفراج الفوري عن المعتقلين